الأطوال بتاعت الطريق بالكامل ممكن نرجعه لو سمع ارجع انا بفكر نفسي وفكر دكتور مصطفى والفريق كامل يمكن احنا ساعة لما توليت المسؤولية كان الموجود بالفعل هو الطريق الدائري وبكفاءة يعني منخفضة وكتير من الناس بيقولوا يعني ليه فيه اهتمام كبير اوه بمجموعة الطرق الموجودة والتكاليف الكبير اللي احنا بندفعها في الموضوع وانا عايز اقول لكم ان كان ساعة لما انا توليت المسؤولية كان كنا فتحنا مرحلة واحدة مش كده كامل وانا مرحلة واحدة في الدائري الاقليمي وكان فضل حوالي 350 كيلو لسه مخصوص صح وكملناه وبعدين مسكتناش مش كده اهب الفضل يا كامل عيسوا لحاجة كامل لو حاتك زي ما حاتك زكرت بظبط كانوا 50 كيلو واصل دلوقتي 400 كيلو يعني لستك الضغف في خلال السبع سنين او يعني طبعا لحد ما خلصناه في 2018 خلصنا 350 كيلو بالظبط كده وبعدين دخلنا في الدائري الاوسطي انا باقصد اقول لي كل الكلام ده اتعامل لدكتور مصطفى للقاهرة يعني كل الكلام ده اتبتكلف تقريبا حوالي 700 كيلو طرق كده لو انت قلت ده الاقليم 400 مش كده يعني ده فقط محاور دائرية حوالين القاهرة عشان تخفف وتبقى طرق منورة للناس او يعني تقدر الناس تتحرك من الطريدة للطريدة على المحاور ديت وتتحرك بسهولة اكتر سواء للتجارة سواء للمعايش اليومية بتاعت الناس اللي انا عايز له في النهاية لما بنقول ان وزارة النقل اخدت تقريبا مشاريع بواحد وستة من عشر تريليون ودكتور مصطفى مش كده كامل هي مش طرق كلها يعني بس خلي بالكم هو كامل حتكلم بيحط الوزاني دي في الطرق اللي بتقوم بيها وزارة النقل لكن في طرق بتقوم بيها وزارة الاسكان وفي طرق كتير بتقوم بيها القوات المسلحة انا بس حاخد على هاب حاجة واحدة ان هو قال ايه احنا بنحاول نحل مسائل الزحمة في القاهرة لا احنا في اسكندريا بنعمل ايه دكتور مصطفى في بورسعيد بنعمل ايه في الاسماعيلية عملنا ايه لا احنا برضو عشان بس الصورة اللي احنا بنقدمها للناس ان ده جهد مش ومش الهدف ان احنا بنسجل جهدنا لا احنا بنحاول بنحاول نحل مسائل ونخفف على الناس حركتها اليومية والاقتصاد وكلام من هذا القبيل واتصور ان ده كمان ليه تأثير كبير جدا جدا على نسب التلوث نسب التلوث لان احنا محتاجين واحنا في المؤتمر نعرض خطتنا الاستراتيجية اللي عملناها لتخفيف حجم التلوث في مصر من خلال مشاريع مختلفة سواء في القهربة او في السكة الحديد او اللي هي القطاعات اللي احنا اشتغلنا فيها عشان نقلل النسب التلوث بما فيهم مشاريعنا للبحيرات اللي احنا اشتغلنا فيهم بما فيهم المشاريع اللي بنعملها لبحيرة قارون كل ده الهدف منه انا بس بحاول اجمع ده مع نفسنا ومجهز نفسينا لليوم ده بشكل يسجل فيه قدرة الدولة واداءها وفهمها لفكرة البيئة والحركة فيها انا بس عايز اقول للناس اللي بتسمعنا النهاردة انا عايزكم تتصوروا لو ده ما تعملش لا الدائري الاقليمي تعمل ولا الدائري الاوسطي تعمل ومعدلات العمل اللي تعمل بها الكلام ده يا جماعة بصراحة يعني اللي بقول لكم عشان يعني لا بدي معدات عمل غير مسبوقة ولما انا بقول ان اللي تعمل في مصر في الفترة دي عمل كبير اوي انا بسجل بي ده بس ده بش معناه ان العمل الكبير ده انه نتوقف عنده يا دكتور مصطفى لا ده عملنا ولسه يا هاب لسه بنكمل لسه بنكمل كتير اوي اوي لسه بدري بالمناسبة جميع الاراضي اللي فيه اراضي كتير جدا كانت داخل وحدات للقوات المسلحة الاراضي اللي احنا اخدناها وطبعا محمد احنا ما اوضناكمش بحاجة لا انا بقول صحيح يعني الكلام ده انا بقوله برضو بسجله للجيش اسهل طريق عندي كان يتعمل يقولي لي ده فيه واحدة عسكرية جنبه اقولهم تاخدوا من الواحدة مش كده وحالش يا احنا اتفضل فانا بس بقولي الكلام دوت عشان مثلا طريق السويس لما جي الفريق كامل نتكلم على من اول كبرى المشير ابو غزانا مش كده لغاية الكبرى بتاع الدائري مش كده المسافة دي كلها سواء كانت الاراضي قط مسلحة او الاراضي بتاعت الهيئة العربية اللي التصنيع من غير كلام انا ممكن اقولك ان الارضي تسوي اربعة خمسة مليار جنيه دول طبعا ما تدفعوش وغيره غيره حتى المحاور الهيئة بتاعت الاهرام هنا اللي انت بتكلم عليه في محاور منها تاخدت من وحدات عسكرية موجودة بالفعل مش حرب ابترونيه اه طب تفضل